قبل ما سيب بس الحتة بتاعة النادي الاهل بص يا سيدي نهاردة الاحتفال بتاع عبدالقادر عمل شوية ايه بنوع ايه بشوية بلغة الكرة شوية لبش شوية نوش شوية قلق تعالوا نشوف الاحتفال وحنتكلم واحدة واحدة خليكم بس ايه اه الله يبرك لكم ده بعد ما سجلي الجول خلاص بص اللقطة بص اللقطة اول لما تشوف اللقطة دية والاحتفال ده ما يعجبكش ما يعجبكش ليه؟ على طول يديلك مدلول يديلك مدلول غير طيب واحنا بنتكلم على بلد الحقيقة ومجهودات كبيرة جدا جدا اتعملت علشان نكافح الادمان وهذه اللقطة قد تلقي بظلالها على بعض المتعافين من الادمان ده هما بيقولوا كده من الناحية النفسية ده هما بيقولوا كده من الناحية النفسية بس خليني اشرح لك الصورة كلها كاملة عشان تعرف ان احنا برضو احنا بتوع الصورة المكتزقة احنا بتوع الصورة الكاملة فلما هتشوف هذا الاحتفال بالشكل ده على طول هتقوم قيل لا عبدالقادر ما ينفعش تحتفل بالشكل ده يعني مش صح لان انت واحد دلوقتي من نجوم النادي الأهلي واحد من نجوم كرة القدم المصرية لكن تعالوا نرجع نشوف إيه قصة الإحتفال ده أصلا الإحتفال ده اخترعوا لاعب في الـ NBA في كرة السلة الأمريكية اسمه أنجلو رسل طب إيه قصة الرجل ده؟ الرجل ده معايش يا جماعة ساني واحدة تقلوا علي جماعة، تقلوا علي جماعة، تقلوا علي جماعة اشرح بس للناس في الموضوع الأول الرجل ده بيلعب فيه الدوري دوري الـ NBA ففي انترفيو بيسألوه ايه قصة الاحتفال بتاعك اللي انت بتشاور فيه على ايدك كده ويقوم قايل Ice in my veins Ice in my veins التلج في عروقي ايه القصة دي فهمنا ايه الموضوع ده فالرجل راح شرح قال لهم وانا لسه صغير بلعب اللعبة دي ده الانترفيو والدي نصحني ابويا نصحني وقال لي علشان تعرف تكون قوي لازم تفصل مشاعرك تماما وانت بتلعب وهذه الطريقة هذا الاحتفال اللي هو Ice in my veins التلج في عروقي اثر معايا بشكل ايجابي جدا جدا فخلاني ماسمعش ولا اتحمل كل الضغوط وكون مركز بشكل كبير جدا جدا في الاداء وبالتالي البعض يربط ان ما كان يريد الاحتفال بي عبدالقادر هو هذا الاحتفال اللي هو Ice in my veins اللي هو التلج في عروقي ولما تشوف المضمون عبدالقادر ضغوط جمهور الاهلي بيبقى غضان منه الماتش اللي فد كان فيه كلام كتير جدا جدا عليه وفي حالة غضب فتمشي السكة انه عايز يقصد الاحتفال ده اه يمشي السكة انه عايز يقصد الاحتفال ده بس يصدقوني الصورة او الفيديو عبدالقادر ما مسلوش صحة خالص مسلو بشكل خاطئ فقد انعكاس خاطئ وده اللي احنا مش عايزينه فان كانت هناك نية طيبة لدى اللاعب وهذا ما اتمنى وهذا ما اتخيله انه هو ده اللي هو عايز يقوله وهي دي المسج او الرسالة اللي عايز يوصلها للناس فاتمنى ان يكون التمثيل على الاقل تمثيلا سليما واضحا هتقولي بقى الراجل بتاع امريكا كده هو بيحتفل مش هتلاقيه ثانية واحدة مش هتلاقيه مضلم عينيه وقفل عينيه ورفعها الفوق ولا عمل الشكل بتاع المدمنين وهم بيطعاته خالص على الاطلاق بص هتلاقيه عمل ازاي والصورة هتبقى واضحة الفيديو بص حتى اقرى كمان كلام الشفايف ice in my veins اهو ice in my veins فلما تيجي تعمل المقارنة مابندة ومابندة هيتضح لك انه التمثيل اللي مثله عبدالقادر لم يكن تمثيلا سليما صحيحا لشكل الاحتفال وبالتالي قد يكون قد وقع في خطأ غير مقصود وهذا ما اتمنى وافطرد في حسن النواة لانه مفيش بني ادم في الدنيا هيكون طبيعي نجم كورة او مش نجم كورة هيبقى عايزة تشبه باي حد من اللي عنده مشاكل في الادمان او عنده او هيبقى عايزة يعمل كده مش هيبقى عايزة يعمل كده خلاص انا شرحت لك بقى الصورة ايه كده كاملة عملنا الهمورك بتاعنا رحنا بعيد تسألنا عرفنا الدنيا ماشي ازاي وبالتالي كمان ناخد رأي الطب النفسي وناخد رأي من هم متخصصين في الموضوع ده علشان لو عايزين ندي ارشاد في الجزئية دي فنستفيد من الموضوع ده هنبقى كلنا كسبانين علشان نخاف على بعض بس شوي خلاص اشتركوا في القناة